اشهد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بالنتائج المثمرة لمشاركة جلالة ملك البلاد المعظم في قمة شرم الشيخ الثلاثية العربية مع أخي صاحب الجلالة عهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وما أكدته من وحدة الرؤى إزاء ترسيخ الأمن القومي العربي وتعزيز السلام الإقليمي والعالمي وأكد معالي وزير الخارجية أن القمة الثلاثية العربية مثلت نموذجا في العمل العربي المشترك تجسيدا حقيقيا لروح الأخوة روابط شراكة الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية بين البلدان الشقيقة القائمة على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل وثمن وزير الخارجية ترحيب أصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول الثلاث بالقمة المرتقبة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر ورئيس وزراء العراق مع ثخامة الرئيس الأمريكي بدعوة من خادم الحرمين الشريفين بما يؤكد حرصهم على تنسيق المواقف العربية وتعميق الشراكة مع الدول الحليفة والصديقة وأعرب الزياني عن فخره واعتزازه بالنهج الدبلوماسي الحكيم لصاحب الجلالة الملك المعظم بدعم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والذي عزز من الدور الريادي لمملكة البحرين على الساحتين الإقليمية والدولية كشريك فاعل في حماية الأمن القومي العربي ترجمة نانسي قنقر